ده كان برومو تقديم تشيرة النادي الاهلي الجديد لجمهوره ان شاء الله لمجرد اعلان طرحوا فيه الاسواق هنشوف اقبال كبير جدا علي ايضا النهاردة حلقتنا كلها اخبار ايجابية من الاخبار الايجابية هو تهنئة النادي الاهلي لمجلس ادارة نادي الاسماعيلي في النادي الاسماعيلي تولى مجلس ادارة جديد قيادة الاسماعيلي بمجرد تولى مجلس جديد لادارة الاسماعيلي شفنا النادي الاهلي بيبعث برقية تهنئة للمجلس الجديد بيتمناله كل التوفيق ياريت لو معانا الخبر نعرضه على الشاشة ده من الاخبار المهمة جدا ده من الاخبار المهمة جدا وده بتنم ان النادي الاهلي بيمد ايده للجميع النادي الاهلي وهو كبير الرياضة المصرية بيتمنى كل التوفيق لنادي الاسماعيلي النادي الإسماعيلي واحد من الأندية اللي ستظل كبيرة في الكرة المصرية النادي الإسماعيلي من الأندية اللي لها تاريخ كبير النادي الإسماعيلي كان آه فترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كان عنده بعض الصعوبات في الدور الممتاز لكن إن شاء الله مع المجلس الجديد نشوف بعض الصعوبات دي يعني الأمور تبقى أفضل بقاء الإسماعيلي يبقى من الأول الإسماعيلي يبقى ليه شكل مختلف إن احنا كرة الإسماعيلة ونادي الإسماعيلي كلنا بنحب نادي الإسماعيل وكرة نادي الإسماعيلي وبالمناسبة يعني دايما نجوم الإسماعيل الكابتن علي أبو جريشا الكابتن سيد بازوكا كل نجوم الإسماعيل الكبار بتجمعهم علاقة ود وحب واحترام مع نجوم الأهل وهي دي العلاقة المحترمة اللي هتظل البعض لعب على يعني تسخين الأجواء في بعض الأحيان ليه للأهل ما بلعبش في الإسماعيل الإسماعيل ما يجيش معرفش فين كل الكلام دوت البعض كان واخد المواضيع دي علشان دايما يحط أجواء ملتهبة بين الأهل والإسماعيل لكن هي دي العلاقة اللي تظل بين الأهل والإسماعيل الإسماعيلي نادي كبير ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق خلال فترة القادمة